بسم الله الرحمن الرحيم لو وجدت شرائط صلاة الجمعة وأقيمت هناك طوائف من الناس لا يجب عليهم حضورها أحدها أحداها المسافرون شخص مسافر وأقيمت صلاة الجمعة بناء على وجوب الحضور لها لو أقيمت لا يجب ذلك على المسافر إذا كانت صلاته قصرة لا ما إذا نوى إقامة العشرة تصير كثيرا ما أناس يسافرون إلى مشهد مثلين إلى مكان تقام فيه صلاة الجمعة هؤلاء مسافرون يلزمهم أن يلتحقوا ويصلوا له يجوز لهم نعم عندما نقول لا يجب ليس معنى ذلك أنه لا يجوز وإنما هي رخصة لهم إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا تركوا مستحب جيد لكن وجوب لا لا يصلون جمعة عادي يصلون ركعتين صلاة الجمعة إن أرادوا إن أرادوا السؤال إذا خرج الشخص متوجها من منزله إلى مسجد مثلا بعيد نسبيا ومر في طريقه بمسجد تقام فيه صلاة الجمعة بناء على رأي السيد الخوئي رحمه الله أنه إذا أقيمت صلاة الجمعة فالقريب منها يلزمه حضورها يلزمه لكن على رأي السيد السيستاني اللي البارحة ذكرنا أنه لا يجب حضورها إلا إذا كان الإمام الذي يأمهم هو المعصوم عليه السلام انحلت المشكلة الخطبتان تعتبران بمثابة ركعتين للمسافر والحاضر لا فرق هاتان الخطبتان تقومان مقام ركعتين الطائفة الثانية النساء لا يجب على المرأة حضور صلاة الجمعة في البلد يمهى مسجد قريب وأقيمت صلاة الجمعة لا يجب على المرأة حضور هذه الصلاة ولو حضرت فلا أشكال ثلاثة العبيد غير الأحرار هؤلاء لا يلزمهم حضور صلاة الجمعة مماليك مماليك الحين استأذنوا مواليهم قالوا لهم يلا روحوا صلوا يجوز ما في إشكال لكن هل يجب عليهم ذلك لا يجب أربعة المرضى وناس مرضى يقدرون يرحون يصلوا لكن زحم عليهم مثلا لا يلزمهم خمسة الشيخ الكبير رجل كبير في السن سبعين اثمانين سنة عمره سقطت عنه صلاة الجمعة طائفة أخرى اللي البارحة مر ذكرهم من بعد منزله عن مكان صلاة الجمعة أكثر من فرسخين أكثر من 11 كيلو متر تقريبا فرضنا صلاة الجمعة أقيمت هنا أو في شخص منزله يبعد 12 كيلو 13 كيلو لا يلزمه أن يشد الرحال يصلي في منزله صلاة الظهر وانتهى الآمر إذا كان المسجد قريبا وتقام فيه صلاة الجمعة والإمام الذي يأمهم شخص عادل مؤمن على رأي السيد الخوئي رحمه الله يجب حضورها يجب نعم ما يحضر عاصي لكن على رأي السيد السيستاني لا يجب إلا إذا كان الإمام المعصوم هو الذي يأمهم زين الحين هناك آخر بحث في باب الصلاة نقوله الليلة باختصار إن شاء الله لأن طلب أن نتكلم كم ليلة في باب الأطعمة والأشربة الليلة نختم الكلام إن شاء الله بعض الصلوات المستحبة ومن الليلة المقبلة يصير الكلام في باب الأطعمة والأشربة هناك صلوات مستحبة كثيرة وردت في الروايات بعضها استحبابها أكيد ما فيها إشكال ثابت وبعضها غير ثابتة يؤتى بها برجاء المطلوبية إن أحب الشخص الإتيان بها منها صلاة العيد صلاة العيدين الفطر والأضحى صلاة العيدين أساساً هي صلاة واجبة في أيام حضور الإمام المعصوم عليه السلام أما في زمن الغيبة الزمن الذي نحن فيه فصلاة العيد ليست واجبة وإنما هي مستحبة وبالتالي يجوز أن يؤتى بها فرادة ويجوز أن يؤتى بها جماعة زين ممكن واحد يستشكل يقول ألسنا نقول الصلاة المستحبة لا تصلى جماعة مر علينا هالشكل كلام الجواب نعم الصلاة التي هي في أصلها مستحبة كالنوافل اليومية هذه لا يجوز أن تصلى جماعة أما الصلاة التي أساسا هي واجبة وطرأ عليها الاستحباب لسبب ما مثل صلاة العيد يجوز الإتيان بها جماعتين وصلاة العيد ركعتان في الركعة الأولى خمس قنوتات وفي الركعة الثانية أربع قنوتات يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام يقرأ الحمد والسورة أي سورة شاء والأفضل أن تقرأ في الركعة الأولى سورة والشمس والشمس وضحاها وفي الركعة الثانية سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى ثم يكبر ويقنوت زينشي يقول في القنوت ما شاء يدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مثلا دعاء هذا رب اغفر لي ولوالدي ويجوز والأفضل أن يقرأ المأثور أكو دعاء طويل نسبيا اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة دعاء معروف الأفضل أن يقرأ هذا الدعاء يقرأه ينزل يديه ثم يكبر ويقنوت ينزل إيده يكبر ويقنوت خمس مرات بعد أن أنهى الخمس يركع ويسجد سجدتين ثم يقوم للركعة الثانية يقرأ الحمد والسورة يكبر يقنوت أربع مرات في الأولى خمسة في الثانية أربعة ثم يركع ويسجد ويتشهد ويسلم هذه باختصار هناك صلاة ورد استحبابها بعنوان صلاة أول الشهر أول الشهر القمري الهجري يستحب ورد استحباب أن يصلي الإنسان في أول كل شهر ركعتين يقرأ في الأولى بعد الحمد التوحيد ثلاثين مرة وفي الثانية بعد الحمد سورة إنا أنزلناه ثلاثين مرة ركعتين هذه طريقتها ويكمل يتشهد يركع ويتشهد ويسجد يتشهد ويسلم الرواية تقول يشتري بها سلامة شهره والأفضل أن يتصدق بعد الركعتين صدقة ربع دينار نصد دينار يعطي للفقير وردت قراءة آيات معينة يشتري بها سلامة شهره ظاهر هذه العبارة أنه يحرز أنه في هذا الشهر سالم ما تصيبه نائب مثلا إذا شك السؤال إذا شك في عدد السور صار يقرأ قل هو الله أحد المفروض ثلاثين مرة يقراها قرأ ضاع عليه الحساب ما يدري صارت ستعش أو ثمنتعش يبني على الأقل و يكمل يبني على الأقل استصحابا لعدم الإتيان بالزائد ووقتها من طلوع الشمس يوم أول الشهر إلى غروب الشمس من الفجر من طلوع الشمس إلى الغروب هناك صلاة أخرى معروفة اسمها صلاة الغفيلة أيضا ممعلوم ثابتة استحبابها غير مسلم لكن لا بأس أن يؤتى بها برجاء المطلوبية ركعتان بين المغرب والعشاء ورد في الرواية أنهما تورثان دار الكرامة دار الكرامة هي الجنة ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ثم يقنط فيها قنوط وارد يعني مأثور ركعتان بين المغرب والعشاء إما أن يؤتى بهما برجاء المطلوبية أو يدمجوهما مع نافلة المغرب يعني نافلة المغرب أربع ركعات يصلي ركعتين بالطريقة العادية ثم الركعتان الأخريان ينويهما نافلة المغرب نافلة المغرب لكن يأتي بها بهذه الطريقة يقرى بعد الحمد في الأولى وذنون وفي الثانية بعد الحمد وعنده مفاتح الغيب يأتي بنافلة المغرب بهذه الطريقة فيكون قد أدى نافلة المغرب وفي نفس الوقت أتى بصلاة الغفيلة هذه بعض الصلوات المستحبة وصلى الله على ورحمة ترجمة نانسي قنقر